موسيقى أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايو حديث عراقي في هذه الحلقة سنكمل ما بدأناه من حديث في الحلقة الماضية عن الاستعراض الذي جرى لميليشيات ما يسمى بربع الله في بغداد طبعاً تحدثنا عن طبيعة هذا الانتشار وكيف جرى وماذا قال الناطق الرسمي بما يسمى بكتاب حزب الله وماذا قال الكاظمي وماذا قالت قيادة عمليات بغداد بعد انتهاء هذا الاستعراض مباشرة ومرت ساعات واستمر لساعات والناس الرعبت من هذا الاستعراض هذه القوابير وهذه الأرتال من المسلحين المقنعين اللي يحملون كل هذه الأسلحة الثقيلة بعد انتهاءها وذهابهم إلى أماكنهم التي يريدونها ظهرت ما يسمى بالفرقة الخاصة الحكومية ظهرت في بغداد واستعرضت ووقفت وقطعت شوارع الأمر الذي استدعب عدد من المواطنين الكثير من المواطنين إلى التنذر والإطلاق التعليقات المضحكة المكية في نفس الوقت على هذه القوات وهذه الحكومة أحدهم انتقيت تعليق من هذه التعليقات أحد المواطنين كتب بالليل انتشار فرقة خاصة وبالنهار استعراض ميليشيا خاصة وهذا واقع الحال هذه العامر يزعي ميليشيا بدر قال أن الانتشار المسلح أمر مفروض وتحت أي ذريعة مثل ما قال مغتد الصدر مثل ما قالت الحكومة مثل ما قالت كذبة كبيرة طبعا غرفة عملية بغداد اتجاهلت الاستعراض وقالت بأنها سمعت بالخبر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واتخذت الإجراءات أي إجراءات يعني والكل يعرف أن القوات الأمنية هي منفتحت لها المنافذ وأدخلتها وبعد ذلك يعني وكيل وزارة الداخلية لشون الاستخبارات التحقيقات ظهر في صور في بغداد واستعرض نفسه وأنه لا نخاف من أحد ولا بعد التهديدات التي وجهتها إليه هذه الميليشيات مكتد الصدر مباشرة قال في تعليقه إلى تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي هكذا العراق يمشي بالتغريدات قال أنه يعني نرفض هذه الاستعراضات العسكرية ونرفض اللجوء للسلاح لتحقيق المطالب وإياكم وكسر هيبة الدولة وقصص أن استعراضكم لم يكنوا التسيق معها مباشرة الفصائل هذه اللي استعرضت قالت أنه هي من حجر الشعبي قالت الفصائل استعرضت من حجر الشعبي قالت ردت على مقتد قالت أنت من بدأت بالاستعراضات هذه فعلا يعني في شباط الماضي كنا كنا نتذكر كيف أن جماعة ميليشيا مقتد الصدر خرجت إلى بغداد بالليل وأرعبت في بغداد والنجف وأرعبت الناس ما الذي يريدونه بعجلاتهم وأسلحتهم الثقيلة والخفيفة والمتوسطة وخرجوا قالوا أنه وصلتنا معلومات تشير إلى أن هناك استهداف لبعض الأماكن الدينية في بغداد وفي النجف كذبة كبيرة والقوات الأمنية والدولة والدنيا كلها لا تعرف بسهم فقط يعرفون أن هناك استهداف واستعرضوا أسلحتهم لساعات وقطعة والطرق وبدأوا يدققون على الهويات والذهب والرائع ويعتقلون البعض وثم انتهى استعراضهم هذا يعني فعلا يعني هذا يعني الاثنين من نفس الإناء من نفس هذا الإناء بما يحمل من مصائب وكوارث على العراقيين هذه ميليشيات تستعرض وهذه ميليشيات تستعرض والحال من بعض لذلك عندما يقولون أنت من بدأت الاستعرضات هذه فعلا حقيقة وليس فيها كذب فأنت تفعل شيء وتنتقد الآخرين على فعله هذا عار عار فعلا يعني أن تفعل ذلك أو أرعبوا الناس مثل ما أرعبوهم يعني ربع الله أرعبوهم من شيء مقتد الصدر هذه الحقيقة فبذلك الوضعية في الاستعرضات هذه يعني لا يمكن قبولها لا يمكن لا يمكن أن تقبل هذا تذل على أن الدولة ويزعلون عندما تقول البعض أنه لا دولة في العراق وأن العراق تحكمه الميليشيات والعصابات هذه واقع الحال لو كان غير ذلك لكانت القوات الأمنية القتل قبض على كل هذه العصابات الشعب يطالب بإنهاء هذا الحشد والميليشيات ماذا يحتاج منه صدرت فتوى وفتحمنا وماشي وقالوا أنه لمواجهة الإرهاب وانتهى وقلت واتهى الإرهاب بقت يعني هنا وهناك القوى الأمنية أكثر من مليونين شخص وعسكري قادرين عليهم لماذا هذه الميليشيات موجودة في العراق لماذا جعلتموها هيئة واصدرتوا لها قانون وميليشيات تقاتل خارج العراق وميليشيات تقاتل داخل العراق وتعتقل وتقتل وتذبح وتواجه المتظاهرين وتهدد بهذا الشكل العراق دولة منفلتة لا أمان ولا استقرار ولا أمان لذلك من يتحدث عن العراق والتجربة الديمقراطية والكاظمي يقول أن العراق مستقر والوفود تأتينا يعني هو العيب ليس على العراق العيب على الوفود التي تأتيكم لماذا يأتون إلى العراق يعني من من الوفود يأتي إلى العراق ولا أمنيا ولا اقتصاديا ومصيبة كبيرة هذا واقع العراق العراق محكوم بالميليشيات الميليشيات هي التي تتحكم بكل مفاصل الحياة وتستعرض قواها وتفرض إرادتها على كل العراقيين وهناك صراعات بين هذه الميليشيات تصفونها على حساب أهل العراق مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله إلى ذلك أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة